ارجع الى كتاب حقيقي التنظيم الخاص ارجع الى كذاب وها اعرفت الاخوان لمحمود جامي ارجع الى ذكريات مع الامام الشهيد عباس السيسي انهم فجروا سيارات في احياء اليهود في القاهرة في الستينات حادثة واحدة تفجير بسيارة والسيارتان ب العربات وقتل فيها بعض المرة من قدير ما التفجيرات من الان في الستينات يا جماعة الخروج على الحكام موجود عندهم يقوله عبد المنعم عبد الروف اقترحت على عبد الرحمن السندي ان يمدني بألف من اعضاء التنظيم الخاص ولبسهم ملابس الجيش عبد المنعم عبد الروف ضابط في الجيش المصري لكن منظم تنظيم يا اخواننا الاخوان موجودين عند في العسكر موجودين في دارة التعليم موجودين في كل الاماخ موجودين حتى نظر في بلادنا بصراحة عندهم بيعة سرية ونعلمهم كما نعلم الشمس من رابعة النار ونعلم من رموزهم من ثلاثين سنة ونعرف لكن الاخوان من باب الفائدة في بلادنا قسمان سوف اذكره الان اقترحت ان يمدني بألف والبسهم ازياء الشرطة فنقبض على جميع اعضاء مجلس الثورة ويحكم الاخوان مصر القتل موجود كان عندهم ايش بقي من منهج داعش والقاعدة اذا ذكرناها الثمانية ها انت حفظناك التكفير ذكرناها ذكرنا ثمانية اصول من اللي جماعة الاسلام فتح الله عليه جماعة الاسلام يوسف قرضاوي تتهمونه في الاخوان ليس بمتهم وهو من الاخوان ويصرح بذلك يقول ان افكار سيد قطب هي سبب انتشار منهج التكفيري الخارجي وابتلع كثير من الشباب في العالم الاسلامي منهج سيد قطب فلما رجع وقال له اتق الله كيف قال انا ما حكمت عليه الا بما سطرت انامله ومن كتبه نقلت قال اذا كان تراجع اذا كان تراجع عن تكفير المجتمعات فليبين لنا اخوه محمد قطب اين تراجع هذه مسؤولية اخوه انا نقلت من كتبهن من كتب سيد قطب بالتكفير ويقول مبرر من شدة انتشار افكار سيد قطب بين شباب جماعة الاخوان انه كانت تأتيني استفتاءات من السجن بل وصلت من الجماعة هل نحسن هل نحن جماعة المسلمين ام نحن جماعة من جماعة المسلمين ايش الفرق ايش الفرق هل نحن جماعة المسلمين يقول وصل الشباب ان يقول هل نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من جماعة المسلمين ما الفرد جماعة المسلمين الذي يخرج عليهم كافر وهذا جماعة الذي يقوله العدناني ارجع لخطاب العدناني قال سوف نفرق التجمعات والتنظيمات فلا جماعة مع جماعة المسلمين نحن دولة نحن جماعة المسلمين هذا كلام يوسف قرضاوي في كتابه سيرة ومسيرة صفحة 32 هل نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من جماعة المسلمين قالك كانت تفتئين بل وصلني فتوى من مكتب الرشاد جماعة الإخوة أن هذه مسألة معضلة عندهم